حسام البدري بيتمسك بضم الصالح وأحمد سامي البديل أحمد الصالح اللي كنا قلنا لحضراتكم أن المشكلة بينه وبين الأهلي بتتلخص فيه 200 ألف دولار هو عايز 500 ألف دولار في السنة خاصة أنه هو بياخد من نادي الصيني اللي لسه مرتبط معه بعقد يمتد لموسم ونص بياخد مليون و 200 ألف دولار في السنة رقم خزعبالي طبعا هو عايز 500 ألف من النادي الأهلي نادي الأهلي عايز يدفع له 300 بس فيه أخد ورد كان المفروض أن الوكيل يجي اللي هو حسام حطيني أجل مجيئه وقال لا نجي أنا وأحمد الصالح بعد ما نكون اتفاقنا من خلال الميلات ومن خلال التليفونات على كل الخطوط العريضة مع المسؤولي التعاقدات في النادي الأهلي لغاية دلوقتي لسه ما تمش الاتفاق على المشكلة الوحيدة اللي ما بينهم وهي المقابل المادي لكن كابتن حسام البدري بيتمسك بضم أحمد الصالح شايف أنه يكون تدعيم جيد جدا جدا لخط دفاعه ولو ما كانش أحمد الصالح يبقى أحمد ثاني مدافع مصر المقصة اللي شفناه مبارح بيشارك فيه ودية أتلاتيك ومدريد مع النادي الأهلي وكابتن حسام البدري شايف أنه ممكن يكون بديل جيد جدا وبديل مناسب لأحمد الصالح يدعى عن به النادي الأهلي خط دفاعه